اشتركوا في القناة اليوم بدنا نتعلم كيف نأخذ بيانات محرك واحد فاز لحارقة طبعا مستعملوها في المخابز والأفران احنا نسميها حارقة بعرف شو بتتسمى عندكم طبعا هي شكلها الحارقة طبعا هذا المحرك هواء مع مروحها فان شاء الله بدنا نتعلم كيف نأخذ بياناته وطبعا رح أعطيكم أنا في آخر الفيديو البيانات الكاملة مع قياسات الحديد بالكامل ان شاء الله فخليكم معنا طبعا زي ما تعودنا احنا دايما في اخذ البيانات الاعتماد الكامل على بيانات الأسلاك طبعا احنا منعلم مكان خروج الأسلاك تقريبا هو نص حصان أو ثلاث تربع حصان تقريبا المحرك من هذا الحجم يعني طبعا ما عليه لوحة منعلم أول شيء مكان خروج الأسلاك طبعا هنا كان طالع منه أربع أسلاك اللي هم سلكين كانوا للمكثف هاي يوم على يوم راسياد سلكين للمكثف وسلكين للكهرباء اذا هذا المحرك لازم نحدد الدورة من الداخل وطبعا رح أورجيكم كيف نعرف اتجاه دورانه الآن بعد قليل ان شاء الله طبعا احنا بنفك الخيط الموجود وانهو الخيط متقطع ومنسحب الأسلاك على أساس احنا نشوف شو فيه على رأس كل سلك نسحب كل سلك لوحده هاي سلكين موصولين مع بعض على طرف تشغيل هذا سلك بروح للكهرباء وسلك للمكثف طبعا ببقى عندي الآن سلك المشترك وسلك التقويم الآن هاي سلك المشترك عليه خطين هاي سلك عليه من التقويم ومن التشغيل وهي سلك للتقويم الآن واضح يعني معنا هاي المشترك طبعا نخلي الأسلاك هاي على الجنب على اساس احنا نقيس قطر السلك منها للمجموعتين طبعا التوصيل رح يكون توالي يعني لأنه على سلك مثلا التشغيل الآن عليه سلك واحد من مجموعة واحدة زي ما انتم شايفين عليه سلك واحد من مجموعة واحدة إذن التوصيل توالي وكذلك نفس الشيء التقويم عليه سلك واحد من مجموعة واحدة إذن التوصيل هو توالي طبعا التوصيل التوالي لهذا المحرك هو نهاي بنهاية وبطلع معنا بدايتين ليش؟ لأنه هذا المحرك سريع قطبين زي ما انتم شايفين الآن القطب طوله من هون لهون بقسم المحرك من النص الآن عنا قطبين سريع سرعة 3000 دورة مجموعاته متجاورة بما انه مجموعاته متجاورة فإذن التوصيل التوالي له نهاية في نهاية وببقى عنا بدايتين بخرجوا للكهرباء او احنا بنوصل للمشترك من الداخل طبعا التقويم التشغيل نفس التوصيل توالي نهاية في نهاية والبدايات بخرجوا للكهرباء خلوني انا بس اقصه واعده وعلى اساس ان اعطيكم قياساته وعدده ان شاء الله برجع لكم خليكم معنا طيب الان انا فكيته المحرك وعديته واخدت قياسات الحديد زي ما انتم شايفين طبعا هذا المحرك او هذا الاستيتر بكون مكبوس كبس جوه وطبعا انا فكيته وصورت لكم قبل هالمرة كيف نفكه طريق تفكه المحرك المكبوس من جهة واحدة طبعا بياناته الان كالتالي طبعا هو ملفوف التقويم ثلاث سريات والتشغيل ثلاث سريات زي تماما زي محرك الترومبوت الماء الايطالية اللي هي اللي وارا النص حصان خطوتها 1 الى8 1 الى10 1 الى 12 طبعا التقويم الآن عدده 70 لفه 70 لفه 70 لفه للثلاث سريات كل سرية 70 لفه بسلك خمس ونص د estratég , وسلك خمس ونص د estratég أما التشغيل طبعا ملفوف كمان بخطوة 1 الى 8 1 الى 10 و1 الى 12 طبعا عدد الملفات غير متساوي 52 لفة للواحد ثمانية والواحد عشرة 56 لفة والواحد 12 60 لفة طبعا اه انا اه انا بجمحهم يعني هيك انا بعمل بجمحهم مع بعض وبقسمهم على ثلاث رح يطلع 56 لفة لكل سرية فانا رح الفه 56 56 56 طبعا وقطر السلك هو اه ستة وثلاث بالعشرة ديزيم اه طبعا انا حبت اعطيكم البيانات الاصلية اللي هو 52 56 60 هيك ملفوفوة لكن انا بعمله بجمحهم وبقسمهم مع ثلاث بيصير 56 56 56 لكل سرية طبعا والسلك 63 او 63 دزيم طبعا اذا مش موجود عندك انا الحمدلله موجود عندي هذا السلك لكن اذا مش موجود عندك انت دائما حاول حط اذا بوسع معك السلك الاقرب الاكبر يعني بتحط السلك الاكبر منه مباشرة اللي هو 6.5 دزيم اذا ما عندك من هذا السلك اللي هو 6.13 دزيم لا تحط سلك اقل تحط 6 دزيم انا ما بنصح شراحة نقلل السلك لانه راح يصير ضعف بالمحرك فانقوي اكثر بانكبر السلك شوية افضل ما انه نقص من السلك فانت بتحطه 6.5 او اذا موجود عندك 6.3 يعني موجود بسوق 6.3 دزيم اه بتحطه اه نفس السلك طيب الان طول الحديد او طول المجرى طول المجرى سبعة سانتي طول المجرى سبعة سانتي وقطر الثابت خمس ونص سانتي طبعا طول المجرى هيك من هون سبعة سانتي من هون لهون سبعة سانتي والقطر الثابت من جوة من هون خمس ونص سانتي هاي هي البيانات كاملة اه طبعا الان بس خلوني اورجيكم انه كيف تقدر تحدد دورته من فراشته لانه اه الان ما عندي انا ما ما بعرف من هون بدور بس سرح نعرف عن طريق الفراش لاحظوا الان الشفرات مايلي لاتجاه اليمين مايلي لاتجاه اليمين بهذا الشكل ماعرفش اذا واضح تكون لاحظوا الميلان يعني الفتحة الاعلى الفتحة الاعلى من جهة اليمين طبعا عيميني انا واقف قباله مقابله لمب�리 بت serves问题 ايدي اليمين انا اذا هذا بكارب الساعة باتجاه اليمين مع قارب الساعة طبعا وهي بتركب من الامام من هون هيك استوتر من هون هيك بتركب فياذا اتجاه الدوران اه على اليمين من عند فتحة خروج الاسلاك اذا هذا المحرك بدور على اليمين من عند فتحة خروج الاسلاك وهيك نقدر نعدد اتجاه الدوران من الداخل ونطلع له زي ما كان أسلاك اثنين كهرباء واثنين مكثف لأنه زي ما انتم شايفين في فويش هون موجود فلازم احنا نرجع زي ما هو أفضل وأحسن ويعني أفضل وأحسن وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات ولا تنسوا زي ما وصيكم دائما وصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثر من بحر الله سبحانه وتعالى والاكثر من الاستغفار والاكثر من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته